اشتركوا في القناة من خلال مبادرات قيمة تعكس ما يتميز به المصرف من كفاءة في التخطيط والتنفيذ وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة تدعم القطاع المالي والمصرفي لما لهذا القطاع من أثر كبير في رفض الاقتصاد الوطني وتنميته وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وأشار سموه إلى أن الحكومة حريصة على تبني البرامج التي ترتقي بالقطاع المصرفي وتحافظ على المكانة الإقليمية والعالمية المتميزة لمملكة البحرين في دنيا المال والأعمال وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر أن دول مجلس التعاون باتت اليوم قوة اقتصادية ولكن في ظل ظروف والتحديات التي تواجهها المنطقة يجب أن من أجل الحفاظ على هذه القوة تبني تعاون استثنائي يتجاوز ما هو عليه اليوم ليكون أوثق وأوسع وأشمل لافتا سموه إلى أن تحديات الجسام ينبغي أن يتوازن معها إصرار أكبر على تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي الذي يحقق رفاه الشعوب ويجب أن يعي الجميع بأن كل يوم يمر من دون تحقيق إنجاز جديد هو خسارة إلى ذلك فقد نوها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالعلاقات التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة والتي ترتكز على مقاومات راسخة من المودة والمحبة وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن مملكة البحرين ترحب بالاستثمارات الخليجية وفي مقدمتها الكويتية التي تعكس جانبا من جوانب العلاقات الراسخة والمتجذرة للعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي عن التقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم سموه ومساندته لأنشطة ومشاريع بيتك في مملكة البحرين مما كان له أطيب الأثر وأبلغه في تحقيقها للنجاحات والنتائج الطيبة وأكد حرص بيت التمويل الكويتي على توسيع مجالات الاستثمار في مملكة البحرين في إطار ما تتميز به البحرين من بيئة خصبة ترتقي بأوضاع القطاع المالي والمصرفي وتشجع على الاستثمار فيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر